رنضموا معنا من إسطنبول المحلل السياسي فوزي ذاكر وقلوا مساء الخير سيد فوزي بداية سيد فوزي الآن بعد إسقاط الطائرة الروسية والتصاريح الغاضبة من المسؤولين الروس ما السيناريو المتوقع في العلاقات التركية الروسية في ظل هذه التصريحات مساء الخير كما نعلم فإن العلاقات التجارية التركية الروسية متقدمة بشكل كبير روسيا هي ثاني أكبر دولة في العالم بعلاقاتها الاقتصادية مع تركيا الأولى هي ألمانيا والثانية هي روسيا وهناك علاقات متقدمة في هذا الشأن تركيا تستولد الغاز الطبيعي والبترول من روسيا هناك الكثير من السياح الروس يأتون إلى تركيا كل عام هناك المتعهدون الأتراك يذهبون إلى روسيا ويقوموا بأعمال التعهد هناك لا أتوقع بأن روسيا ستستطيع أن تخفض من علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركيا بشكل كبير حيث أنها تعتمد على تركيا بشكل كبير وتركيا تعتمد عليها بنفس النسبة نعم طيب سيد فوزي أما من ناحية العسكرية فليس لروسيا أي حق في أن تعترض على إسقاط هذه الطائرة حيث أنه تم إثبات بأن الطائرة الروسية قد تجاوزت الحدود التركية وأكثر من مرة وهذه ليست المرة الأولى كمان أعلن فأن الطائرات الروسية وبعد تموضوعها في سوريا اخترقت الأجواء التركية أكثر من مرة وفي كل مرة كانت تركيا تحذر روسيا من عدم الاقتراب إلى الحدود واليوم صباحا حذرت المقاتلات التركية الطائرة الروسية وهي على بعد 15 كم من الحدود التركية لكن أصرت الطائرة الروسية على اختراق الحدود وتم إسقاطها على هذا أما ادعاء روسيا بأن تم إسقاط الطائرة داخل سوريا فهو صحيح بسبب أنه تم رميها بصاروخ وهي في داخل الحدود التركية لكنها سقطت بعدها في داخل سوريا نعم أنت تحدثت عن التجاوزات الكثيرة من الطائران الروسي ودخولها في الأجواء التركية أكثر من مرة وكان هناك تحذيرات وإنذارات عديدة للطائرات الروسية سؤالي هنا هل هو استفزاز أم فرد عضلات من روسيا؟ تحاول روسيا ومنذ دخولها إلى سوريا أن تمنع تركيا من إحداث منطقة آمنة كانت قد اتفقت تركيا فيها مع الدول الغربية وخصوصا فرنسا تستطيع منطقة آمنة لكي يؤوي إليها السوريون هربا من قصف النظام السوري روسيا بهذه الأعمال واستمرارا بمحاولة تجاوز الحدود التركية تحاول أن تمنع إحداث مثل هذه المنطقة تركيا صحيح أنها تريد إحداث هذه المنطقة لكن حتى الآن لم تقوم بتعرض للطائرات الروسية خارج الحدود التركية لكن اليوم وكأنه بلغ السيلو الزبا فقامت تركيا بإسقاط هذه الطائرة للعلم هذه ليست طائرة مقاتلة بل هي طائرة قاذفة أي أنها تلقي بقنابلها على مناطق في داخل سوريا نعم طيب حلف الأطلسي سيد فوزي يعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث تداعيات الحادث برأيك ما هي أهم القرارات المتوقعة في عقابة هذا الاجتماع للعلم فأن الحدود التركية هي ليست حدود تركية فقط هي حدود للناتو والحلف الشمال الأطلسي أي أن أي اختراق لهذه الحدود من قبل أي دولة يعتبر اختراق لكل الدول أعضاء هذا الحلف تركيا دعت إلى اجتماع هذا الحلف اليوم مساء وقد بدأ الاجتماع الحلف الناتو أكد بأن تركيا كانت محقة بأن هذه الطائرة قد تجاوزت الحدود التركية وأنها دخلت المجال الجوي التركي إذن تركيا محقة في إسقاطها لكن يحاول حلف الجمال الأطلسي أن يلملم هذه الأزمة قبل أن تتطور بشكل غير قابل للسيطرة عليه نعم كان معنا من أستنبول المحلل السياسي السيد فوزي ذاك الوغل شكرا جزيلا لك سيد فوزي